بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و الله بركاته ان شاء الله النهاردة يوم مميز النهاردة عنين الاول شتلات ظهرة شمع اول هو اللي قمنا بزراعيتها مائيا نفتح عندنا اربع علب باربع شتلات اول واحدة هي مادة جزورها وحالة جيدة طبعا ما تغلطوش الغلطة بتاعتنا لان احنا حطناها خرمنا الغطة بتاع العلب الدواء ومررنا من خلاله الجزر بس المشكلة لما بالصاق بتطلع جزور وبعد كده بقى فيه مشكلة ان احنا نخرجها منها تاني لا اما تبقى متعبة بالنسبة لنا لا اما الجزور تتبهدل مننا الجزر بسم الله ما شاء الله وزي ما حضراتكم شايفينه حالة جيلة جدا والطريقة دي على فكرة سهلة جدا بس ربنا يكرم وتكمل معنا كويس وتبقى كويسة في شغل النبات بعد كده زي ما حضراتكم تشوفوا معنا ان شاء الله النهاردة عشرة النهاردة عشرة تمانية الفين وعشرين هنشوف مع بعض اه ده الشاتلة التانية ودي التالتة هنحاول نخرجها بالراحة بحيث ما يتقزاش مننا واللي جاية ديات اللي شاتلة ايه الرابعة شوف الجزور بتاعتها مع بعض حالة جيدة بسم الله ما شاء الله الشاتلات ديات لها اه مزروعة في المياه لها خمستاشر يوم بالتمام والكمال هنحاول نفك التربة شوية اه بحيث انها تبقى خفيفة على الجزر والجزر يشتغل بسهولة طبعا يا جماعة الزهرة الشامع انا مقتنع انها بتحبش الماء جدير بس للامانة احنا عندنا في مصر هنا الجو دافي واليوم ندول بالزياد احنا في شهرة تمانية هوات والجو حار جدا فانا زرع الشاتلات بتاعت كلها او الزرع بتاع كله حطه في الضل تقريبا ما بشوفش الشمس غير قبل المغرب بحوالي ساعة فتبقى الحرارة تكسرت خلاص ويطول النهار في الضل لكن في ضو طوالي احنا حاول نحك التربة زي ما حضرتكم شايفين بحيث انها تبقى خفيفة اه طبعا احنا التربة ديات عليها ورق شجر اه جايبينها كده على بعضها بنحاول نحاكي البيئة اللي زرت الشامع اساسا في الطبيعة بتعيش فيها هي بتنمو في الغباد تحت الاشجار الكبيرة طبعا بتبقى الارض غنية جدا بورق الاشجار والموضوع العضوية هنحاول برضو نفك اكتر وننعم التربة تحتها كل ده بتبقى عامل مساعد ان الجزر ياخد راحته وينمو بسرعة بيبقاش عنده مشاكل في النمو برضو نخرج الورق الزيادة تمام كده نسويه عشان المنظر الجمالي برضو زي ما حضرتكم شايفين كده كده زي ما حضرتكم شايفين اه اتساوت هنعمل اربع حفر للاربع نباتات بتوعنا نحاول نخليها عميكة شوية عشان ما نضطرش اه ان احنا نتني الجزر بتاعها ويدندر احد اول واحدة بسم الله حاول نثبتها في الطربة كويس والطرب انها عم نجو الروح حواليها الحفرة بتاعتها ثبتت مكانها وده التانية دي اشيات تلاتة جماعة بيجزرها زرعنا بيجزرها ويهتبعها معنا ان شاء الله النهاردة عشرة تمانية الفين وعشرين وده اشيات لها رقم تلاتة وده اشيات لها الرابعة معالش زي التصوير لو فاهم مشكلة شوية سامحونا نحاول نعدي المكان هم نحاول نساوي سطح الطربة عشان تبقى مصبوطة ايه اشيات تلاتة الاديمة بتاعتنا زي محاضراتكم شايفين كده زرعنا الاشيات تلات النهاردة عشرة تمانية الفين وعشرين افتكروا معنا اليوم ده يا جماعة النهاردة لان دي اول تجربة ليا ان انا ازرع زهرة الشمع او الشامعة او الهوية بالطريقة ديت ان احنا اا نزرعها مائي وحضراتكم شفت الجزور بتاعتها ووصلت لايه وبرضو الحمد لله زي ما حضراتكم شايفين زرعناها في التربة هنحاول نرويها تمام وعلى فكرة مش مضطرين ان احنا نجفف التربة بتاعتها خاصة من في البداية لفترة طويلة لان العطش اكيد يعني مش هيفيدها بشيء لكن في نفس الوقت هي احنا بنقول ان هي مش بتحب الرطوبة عالية فهنحاول نخل الموضوع وسط كده ما بينة بينة زي ما بقولوا ان احنا ان هي متعطاش مننا خاصة في الفترة الاولانية وفي نفس الوقت من اغمرهاش بالمية بالزيادة هي كده الرابط هيت وان شاء الله انتابعة معاكم على خير ان شاء الله